أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم مرحبا بكم جميعا تحيير الأحرار في المغرب وخارج المغرب عيد مبروك من جديد لجميع المغربة ولجميع المسلمين في جميع الأنحاء العالم كنتمنى أن تدوزوا واحد العطلة للعيد لتكون يعني يرتاح بع الإنسان يعني فكريا وجسميا ونفسيا ولا يعني كيفما كان يعني أتسبعوا الأخبار وما يقعوا في المغرب تحت فهذا الخبار اللي جاء في سكاي نيوز عربية اللي العنوان دياله وهو هجرة الأطباء ستسيروا قلقا ودعوات لوقف النزيف هنا غير بغيت نبه الناس المتتبعين على واحد القادية اللي كان نشوفها مؤخرا في المغرب وهي كل شيء يخرج يعني ذاك الخطاب الرسمي المغربي ديال النظام وديال الصحافة التابعة على المخابرات أن في المغرب كل شيء بخير كل شيء غادي هو هذا كل شيء مزيان كان نفكروا أننا نخسروا الملاير باش ننضموا كأس العلام كان نقولوا الناس رحنا يعني كنستعدوا لصناعة السيارات غادي المغربي واللي واحد الدولة اللي رائدة بصناعة السيارات صناعة محركات الطائرات يعني هذا هو الخطاب الرسمي اللي كان شوفوه مثلا يعني يوميا في الأخبار المحلية والأخبار الدولية ولكن هذا الخبر يعني كيعطي واحد نظرة معاكسة على الواقع المغربي لأن نورمالمون واحد الدولة اللي كتوصل أنها تولي دولة مصنعة مثلا ولا بغت تحتاضن مثلا مبارايات كأس العلام لكرة القادم خاص على الأقل تكون كتتوفر فيها المستشفيات ما يكونش نقص في المستشفيات ما يكونش ما يكونش واحد يعني الفوضى في الميدان الصحي في المغرب اللي كنعرفوه أنه الآن يعني تشجيع القطاع الخاص في ميدان الصحة اللي في جميع نحاء العالم أن القطاع الخاص في ميدان الصحة يعني ما ينجحش وكيشكل مشاكل بالنسبة للطبقات المتواضعة أو للطبقات الفقيرة هذا هو الدور ديال الصحة أن الدولة هي اللي يخصها مثلا تكلف بها ويخصها تكلف بالميدان الصحي عامة ولكن لأنك نشوفو يعني الطلبات الرئيسية ديال صندوق النقد الدولي وهي تخصيص الميدان الصحي ولا التعليم يعني جميع المجالات الاجتماعية اللي كتتم بالمواطن خاصا الطبقات المتوسطة والطبقات الفقيرة يعني يبغوا يقضيوا على هذا الميدين هذا لا الصحة ولا التعليم مثلا ولا التغطية الصحية ولا التغطية الاجتماعية يعني صندوق النقد الدولي ما عندوش مع هذا الشي يعني إذا بغى أنه مثلا يبقى يسلف واحد دول الفلوس كيف يفرض عليها هذه المسائل هذه وهي مثلا تخليها على الصحة اللي ما تبقاش مثلا خصها الدخول الخاص التعليم الخصي واللي خاص هذه المطالب صندوق صندوق النقد الدولي ولا البنك الدولي يعني هذه هي الطلبات دياله وهنا يكتبان يعني النتائج ديال هات الطلبات اللي فيها لن تنفذ في المغرب وتطبق في المغرب كالقود دولة أنها يعني ما تبقاش كتعطي قيمة بزعب واحد الميدان اللي من المفروض خاص هو اللي يكون من بين المياد اللي يهتم بها وهو الميدان الصحي يعني الصحة هي هي الحاضر هي المستقبل هي اللي لأن ذاك المواطن خاصه يكون يعني ما تيعانيش من الأمراض خاصه يكون مثلا يلقى مستشفيات متوحة 24 ساعة لأن هذا المواطن هو اللي يبني البلاد هذا المواطن هو اللي يبني الوطن يعني لما يتميناش بالصحة دياله ولما يتميناش بالوالبين دياله كيف هاد الإنسان غاد يعطيه ولا كيف هاد الإنسان غاد يكون غاد يكون مثلا مستعد وغاد يكون عنده القوة الكاملة أنه يخدم البلاد دياله ما دمنا من اللي نتخلو عليه مثلا في الميضان الصحي يعني ما غاد يبقى له ما غاد يدير هذا الإنسان هناك نلقوا مثلا أن الأطباء يعني في المغرب يتخرروا و يخلوه المغرب يعني 700 يعني عدد كبير من الأطباء اللي يخلوه المغرب من بين الأسباب اللي يخلوه المغرب وهي ضعف الأجور يعني ضعف الأجور ديال الأطباء ماشي غير ضعف الأجور ولكن ضعف الأجور مع الانفلاسيون مع يعني درهم كي يطيح غلاء الأسعار هاد شي كله ولكن الأجور ماشي مثلا غير الأطباء يعني جميع الناس مثلا اللي كيتقادوا أجور في المغرب يعني من هاد الظاهرة يعني كالقوا مثلا الأجور يعني كيف يفكروا فيها منذ كل عشر السنين عاد كيف يفكروا في الأجور ولكن الأتمان والأسعار تزداد يوما كل يوم تزداد الأسعار كل يوم ولكن يعني الأجور ما تنفكروش ما كنخلوش مثلا أن مثلا الأجور والأسعار تبقى غادية متساوية لا يعني مشغلناش هنا في المواطن أنه يتقادوا أحد الأجر اللي هازيل ولكن الأسعار من المفروض خلصا نزيدوا فيها والمواطن خلصوا يموت ولا يعاني ولا يقاسي ما شغلناش فيه وهذه النتيجة اللي يوصل لها المغرب وهي أن مثلا جميع الكوادر ليس غرفة الطب يعني جميع الكوادر اللي يتخرجوا منها جميعات المغربية كيف يتخرج إذا يلقى الفرصة مثلا في إنتهي الخريج وهذا هو الواقع دي المغرب اللي كنشوفه مثلا الخطاب الرسمي اللي كيرسم لذيك الصورة القوة زاحية أن المغرب ما يعاني إلى من صحة ما يعاني إلى من تعليم وكالقى واحدة مثلا الخدام ديال هاد الأجوندر والخدام ديال هاد النظام يعني الزائب هاد النظام القمعي تتهمتي خركي دافل هذه المنظومة الفاسدة لدفعات والأخلات المغرب أنه وصل لهذه الظروف اللي كيعيشها المواطن المغرب حاليا المهم الخبر يقول لك أستراليا تمنحه الأطباء المغربة عصرة أضعاف الأشور التي يتقذونها في بلدهم مثال استدل به وزير الصحة المغربي خارج الطالب لإبراز نوع الصعوبات التي تواجه المملكة في إثناء أطبائها عن الهجرة إلى الخارج كيف يتهموني يعني كنجيو الدولة مثلا قد ضحي بالملايير بش أنها بغادية تبغي تنظم كأس العالم ولكن بش تعتني بالصحة أولا كجينة صعيبة يعني لماذا مثلا من اللي غادين بغي نخسر الملاير مثلا كأس العالم كجينة سهلة ولكن من اللي غادين اعتني بالمواطن المغربي كجينة صعيبة عارفوا علش لأن تنظيم كأس العالم لا يخدم المواطن المغربي ولكن يخدم النظام يعني ديك العبادية التباهي يعني نجحنا أننا ننظمه كأس العالم ولكن المواطن العادي المواطن المغربي أشنو سيستفيدوا من من تنظيم كأس العالم في المغرب وأمام تنامي الظاهرة اقتراح الوزير الذي تحدث بمجلس النواب العمل على عدد أكبر من الأطر الصحية لاستيعاب النقص الذي تشكو منه المنظومة الصحية على مستوى الموارد البشرية بسبب هجرة الأطباء وكوادر طبية أخرى وأوضح أيض الطالب أن وزارة الصحة تعملوا على تعزيز جاذبية القطاع عبر تحسين المستوى الاجتماعي الكوادر الطبية مع تغيير نمط الأرور والتعويضات ويتواصل نزيف هجرة الأطباء والكوادر الصحية في المغرب نحو الخارج وبشكل خاص في اتجاه القرى الأوروبية في الوقت الذي يشكو به القطاع الصحي بالمملكة من نقص على مستوى العنصر البشري والكفاءات الطبية يعني هذا الخبر هو الوزير هذا وزير يقول وزير مغريبي يقول هذا الشيء ولكن في نفس المقص كان يجيو كان يجيو العياشة وأتباع النظام يقول كل مغريبي بخير لا يريد حتى شيء الصحة والتعليم كل شيء بخير ولكن هناك القول وزير وزير صحة تهدر على النقص على المعاناة التي يعاني هذا القطاع في المغرب ويعمل في المغرب 23 ألف طبيب بينما تحتاجه البلاد إلى 32 ألف طبيب وهذه الحقيقة هذا وزير مغريبي هذا يقول الحقيقة يعني ما سيخرج كان في المغرب يلله 23 ألف طبيب ولكن المغرب يحتاج 32 ألف طبيب يعني لماذا سيقول مثلا بشأن نبني عمارة شاهقة التي سيستبدو من غير طبقات الأغنية لماذا لا نخسروا الملاير في الميدان الصحي بناء مستشفيات بناء الاعتناء الزيادة في الأجور من الأطباء والكوادر لماذا لا نفعل هذا ليسا بشأن بناء الفناديق الفاريهة بناء ملاعب المغرب المغرب والتي يناهز دول أجنبية في عدد ملاعب المغرب في المغرب لماذا نقلب علي العدد في ملاعب المغرب في المغرب أكثر من بعض الدول الأوروبية والتي يستفيد منها لا يستفيد منها واحد طبقة قليلة لا يستفيد منها لا من ناحية الأرباح لا من العنصر البشري ولا العنصر الاقتصادي ولكن ملاعب الزيادة غير للأباهة نرى ملاعب الزيادة مسوفرة في كل مكان يعني كان القومة ترى المياه التي تستهلك ملاعب الزيادة لم يكن يعرفون ملاعب الزيادة ولكن ملاعب الزيادة كان يجب أن تسقط وقالت 14 ساعة وهنا على الرجل القضية للأطباء والمستشفيات كان يجب أن يخرج المسؤولية ويقولون مغرب لهم لا يدين صحة متوفرة وكل شيء متوفرة حتى أن المغرب أو المثال للدول الإفريقية في الميدان الصحي يعني ملاعب الزيادة كشفت دراسة حديثة أعدتها مؤسسة أسادة الطب بالقطع الحر أن المغرب يفقد ما بين 600 و 700 من إجمال المتخرجين كل سنة من كلية الطب والصيدالة وأوضحت الدراسة التي حملت عنوان هجرة الأدميرا في المجال الطبي بالمغرب تهديدات أمفوراس أن هذه الأرقام تهدد بعز في الموارد البشري الطبية إذ لا يتعد معدل أطباء 7.3 أطباء لكل 10 ألاف نسمة وش هادة ماشي فاضحة هذه وش هادة ماشي خلال واقع في البلاد يعني كان لقوا مثلا 10 ألاف مواطن كان لقوا يا الله عندهم سبعة الأطباء يعني 10 ألاف مواطن كان لقوا عندهم من أسبعة الأطباء هذي هذي دولة هذي هذي دولة كتقرون تيخوا الرومة تيحشمون تيقولك المغرب ولا دولة مصنعة وصلت المصدر داته الضوء على العراق التي يواجهها القطاع ومن بينها انخفاض قدرة التدريب وتسجيل تراجع مدرسي مدرسي الطب وصعوبة استعادة الأطباء المغاربة المقيمة بالخارج إضافة إلى سوء التوزيع الجغرافي وإلى جانب هجرة الأطباء المغاربة نحو الخارج اعتبرت الدراسة أن النزوح الداخلي يمثل بدوره عاملا سلبيا يشكل تهديدا للقطاع حيث يرفض أكثر من 80% من الأطباء حيث تحت التدريب مزاولة مهانهم في القطاع العام هم يجبون لغير قطاع العام صندوق النقد الدولي يرفض القطاع العام لم يكن بدوره الصحة كان يجب في المستقبل أجانب باش باش يحلوا الباب يعني لذلك الأصحاب موالين الشكارة لكي يستغنون بأي شيء حتى على أروح يعني المواطنين وأمام هذه الأرقام الصادمة يرجع العديد من خبراء الصحة أسباب تفاقم ظاهرة تجلة أطباء نحو الخارج إلى عدة عوامل متداخلة يقول رئيس الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة علي لطفي أنه رغم أن المغرب يسجل نقصا كبير يقدر بـ 30 ألف طبيب فإنه يخسر مئات الكوادر الطبية سواء التي تختار الهجرة نحو الخارج أو الهجرة الداخلية من القطع العام إلى القطع الخاص يعني القطع الصحي في المغرب يعني كاريتا ولكن توحل ما تيخرج يقدر يهدر عليه ويؤكد لطفي في حديث لموقع سكاينيوز عربية أن من بين أبرز أسباب التي تؤدي إلى تدخم ظاهرة تجلة الأطباء هي الأرجور التي لا تتجوز 1200 دولار ما هي 12 ألف درهم؟ 12 ألف درهم تأخذها غير الناس المخدامين مثلا غير تعويض تأخذها مثلا 12 ألف درهم ولكن في المغرب أطباء كان أعطيهم 12 ألف درهم ويؤكد لطفي حديث لموقع سكاينيوز عربية من بين أبرز ويتابع المتحدث أنه إلى جانب غياب الحافيز المادي يعني أطباء سوء ظروف العمل وضعف التجهيزات والمعدات الطبية مقابل اكتضاد المستشفيات الأمر الذي يتقي الكاهلهم ويدفعهم لتقديم الاستقالة والهجرة يعني طبعا بل ما مفرطيش لي الظروف دي العمل مهنة طيب ماشي سهلة باش تعتاني بالناس العيانين المراد كده ماشي مسؤولية سهلة وباش مطبط فرش لهذه الناس الظروف من يخدموه غادي تكون أصعب ويعتبر رضفي أن مواكبة المشروع الذي أطلقه المغرب لتعميم التأمين الإجبالي الأساسي عن المرض وإصلاح المنظومة الصحية يستوجب رفع مناصب الشغل السنوي الخاصة بقطع الصحة بالموازات مع افتتاح عدد من كليات الطب والصيدلة وبعاهد الممردين في جميع جيات المملكة خلال السنوات الخمسة المقبلة ويدعو المتخصصون والمتابعون للصحف المغرب إلى ضرورة اتخاذ الحكومة إجراءات عملية وفورية لوقف نازيف هيدرة الأطباء عبر تحسين ظروف العمل وزيادة التدريب وتقديم تحفيزات الأطور الضبية من شأنها المساهمة في تعزيز جادي بيس القطاع ويؤكد الطبيب والباحث في السياسات والنظر الصحية الطيب حمضي أن الحد من هيدرة الكفاءة الطبية يتطلب وضع ميطاق عالمي يتضمن عددا من النقاط من بينها قيام الدول التي تستقطب الأطباء بدعم التكوين في المجل الطبي في البلدان التي تعاني بسبب هيدرة الأطباء ويشدد حمضي في حديث لموقع سكاينيوز عربية على ضرورة اتخاذ مجموعة من إجراءات لوقف نازيف هيدرة الأطباء من بينها رفع أجور الأطباء ومهنية الصحة وتحسين ظروف العمل وتوفير وسائل الاشتغال ويشير المتحدث إلى أهمية زيادة أعداد الأطباء والكوادر الصحية لتعويض النقص الذي تخلفه هجرة الماءات من خريج كليا الطب كما يدعو إلى ضرورة دعم التكوين المستمر حتى يتسنى للطبيب تحقيق التطور المهني مع رفع الميزانية المخصصة للبحث في المجال الصحي السؤال المطروح هنا كيف يوجد نقص الفادح في الأجهزة الطبية في الأطباء في الكوادر الطبية وأنها تقول أنها مستعدت لنضم كأس العالم يعني هذا الشيء لا يريد أن تفهمني أخوان أخوات سكتبين أجركم في الموضوع قلت تسنى التعليقات ديالكم تبارك الله عليكم وإلى فيديو آخر والسلام عليكم